بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاؤنا اليوم مع الحلقة الرابعة من سلسلة فوائد نحوية وفيها سنتعرف على ما يلي صوغ أو صياغة اسم المرة من الأفعال راء آثر أورى كافأ صام جاء وستتعرف أيضا على ثمانية مواضع للحذف في هذا الحديث الشريف كل يجاز بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وفي معرفة مواضع الحذف الثمانية في هذا الحديث الشريف فائدتان الفائدة الأولى بلاغية والفائدة الثانية نحوية وفي هذين المثالين المعلمون لنا قدوة المعلمون لهم قدوة فيهما فائدة نحوية رائعة ستتعرف على إعراب كلمة قدوة في المثالين ونوع خبر المبتدأ المعلمون وهنا فائدة إملائية رائعة هل الكتابة الصحيحة تو أم هكذا أم تو أم هكذا وهل الكتابة الصحيحة السموأل هكذا أم السموأل هكذا فهيا إلى الشرح والتفصيل كيف تصوغ اسم المرة من الأفعال راء آثر أورى كافأ صام جاء ينبغي أن تعرف أولا قاعدة صياغة اسم المرة فهو يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعله وعلى هذا يكون اسم المرة من الفعل صام صوم واسم المرة من الفعل جاء جيئ وقس على ذلك كتب كتبة مشى مشية وقف وقفة ذهب ذهبة مع ملاحظة أنه إذا كان المصدر الأصلي من الفعل الثلاثي على وزن فعله هنا لابد أن نضيف كلمة واحدة لصياغة اسم المرة فنقول في دعا دعوة واحدة وعند صوغ اسم المرة من الفعل رحمة نقول رحمة واحدة وعند صياغة اسم المرة من الفعل رأفة نقول رأفة واحدة أما صياغة اسم المرة من الأفعال غير الثلاثية فنأتي بالمصدر الصريح من الفعل ثم نزيد عليه تاء مربوطة في آخره وهذا يقتضي من الطالب أن يكون ملما بالمصادر الصريحة وقادرا على صياغتها وعند صياغة اسم المرة من الفعل آثرة وهو فعل رباعي نأتي بمصدره الصريح إيثار ثم نزيد عليه تاء في آخره فيصبح إيثارة إذن اسم المرة من آثرة إيثارة وصوغ اسم المرة من الفعل أورا وهو بمعنى أشعلة نأتي بمصدره الصريح إي راء ثم نضيف تاء مربوطة فيصبح إي راءة أما الفعل راء على وزن فاعلة فيأتي مصدره على مفاعلة أو فعال مراءة أو رياء وفي حالة استخدام المصدر المنتهي بتاء مربوطة هنا لابد من إضافة كلمة واحدة أما إذا استخدمنا المصدر رياء أو رياء فنضيف فقط تاء مربوطة فيصبح اسم المرة رياءة أو رياءة وقد ورد المصدر رياء في قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والرئاء بمعنى الرياء تم تخفيف الهمزة إلى ياء وعند صياغة اسم المرة من الفعل كافأة نأتي بمصدره الصريح مكافأة فنجد أنه منتهي بتاء مربوطة وبالتالي هنا لابد من وصفه بكلمة واحدة فاسم المرة من كافأة مكافأة واحدة وقد جاء في امتحان الثانوية العامة 2023 بايعا فكان اسم المرة منها مبايعة واحدة في هذا الحديث الشريف كل يجاز بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثمانية مواضع للحذف وهذه مواضع الحذف فما تقديرها بعد كلمة كل يوجد مضاف إليه محذوف لأن كل يأتي بعدها مضاف إليه وهنا جاء بعدها فعل وعلى هذا يكون التقدير كل إنسان أما يجازف فعل مبني للمجهول وبالتالي يوجد إيجاز بحذف الفاعل والتقدير والتقدير كل إنسان يجازيه الله بعمله إن خيرا لو طلب منك إعراب خيرا فلن تستطيع الإعراب إلا إذا قدرت الإجاز خيرا هنا خبر كان المحذوفة والتقدير إن كان العمل خيرا إذن هنا تقدير كان وهنا العمل وبالتالي خيرا خبر كان فكيف تعرف كلمة خير إن كان خيرا فخيرا أيضا هنا مبتدأ محذوف والتقدير إن كان العمل خيرا فالجزاء خيرا وإن كان العمل شرا فالجزاء شر هذه هي مواضع الإيجاز الثمانية في هذا الحديث الشريف كل إنسان يجازيه الله بعمله إن كان العمل خيرا فالجزاء خيرا وإن كان العمل شرا فالجزاء شر ما الفرق في إعراب كلمة قدوة في هذين المثالين المعلمون لنا قدوة المعلمون لهم قدوة كلمة قدوة في المثال الأول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم خبر لمن خبر للمبتدأ المعلمون ونوع الخبر هنا مفرد أما كلمة قدوة في المثال الثاني فهي مبتدأ مؤخر وخبره شبه الجملة لهم والجملة الإسمية لهم قدوة في محل رفع خبر للمبتدأ المعلمون إذن الخبر في الجملة الأولى مفرد وفي الثانية جملة إسمية السؤال لماذا وما الفارق؟ الفارق أننا المتكلمين في لنا لا ترجع على المبتدأ وبالتالي ليست رابط بين المبتدأ وبين الجملة الإسمية لذلك الخبر هنا مفرد والتقدير المعلمون قدوة لنا أما هنا فهاء الغيبة في لهم فهي تعود على المبتدأ وبالتالي هي رابط بين المبتدأ وبين الخبر لذلك الخبر هنا جملة إسمية هل الصواب كتابة توأم بالهمزة على ألف؟ أم توأم بالهمزة على السطر؟ الصواب توأم بالهمزة على السطر؟ لماذا؟ لأن هذه من القواعد الشاذة في كتابة الهمزة المتوسطة فالهمزة هنا مفتوحة وقعت بعد واو ساكنة فالقاعدة كانت تقتضي أن تكتب على ألف ولكن شذة عن هذه القاعدة الهمزة المفتوحة بعد واو ساكنة أو الهمزة المفتوحة بعد ألف ومعروف أن الألف حرف ساكن فهنا تكتب هكذا توأم وكذلك كلمة السموأل تكتب الهمزة على السطر رغم وقوعها بعد واو ساكنة وهي مفتوحة لأنها من الحالات الشذة في كتابة الهمزة المتوسطة على السطر وكذلك تفائلة فالهمزة مفتوحة وقعت بعد ألف والألف معروف حرف ساكن ومع ذلك تكتب على السطر وكذلك الحال في قولنا إن وضوءك صحيح فالهمزة مفتوحة وقعت بعد واو ساكنة ومع ذلك تكتب على السطر عزيز المتابع لا تنسى التفاعل ليكون لك نصيب في نشر الخير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر